مثل ما شفتوا في هذا الفيديو اليوم عندنا درس في الكبكت وراح نتعلم كيف نعمل فواصل بالإضافة إلى أنميشن على الصور وعشان نتعلم هذا شي بس مجموعة صور نحتاجها من ثم راح ندخل في تعديل وعمل مثل هذا الفيديو اللي أقدر أنشره بعدد كبير من الصور ولكن أنا اختصرت حتى أن يكون الدرس سريع نتابع الحساب وأنك تعمل شير ولايك لهذا الحساب عشان تدعموني في نشر كثير من الفيديوهات خلونا ندخل الحين على الكبكت ونتعلم كيف نقدر نعمل هذه الأشياء باستخدام خاصتين موجودات في الكبكت بعد ما ندخل على الكبكت ونفتح عمل جديد راح نحط عدد من الصور طبعا إضافة الصور مو بشغلة صعبة بالنسبة لكم أعتقد جدا سهلة على مثل بلاس هاي أو حتى أنك تعمل سيلكت على مجموعة الصور وتحطها الحين خلونا نفهم كيف نعمل هذه الأشياء أنا سويت ثلاث ثواني لكل صورة لها السبب راح يكون فيه أنيميشن وهو اللي هو التأثير على الصورة الحركي وأضيف للفاصل اللي هو اللون الأبيض مثل ما أنتم شايفين وأخذ من الفواصل اللي موجودة في الكبكت حتى يعطيني تنقل من صورة إلى صورة بشكل انسيابي وجمالي أكثر فإذا دخلنا على الصورة الأولى راح نشوف عندنا أنيميشن هذه الأيقونة نضغط عليها بتشوفون أنها تضللت بشكل كامل عشان تستفيد من هذا الأنيميشن اللي موجود لا تأخذ الان ولا تأخذ الاوت نروح على الكمبو فلما تضغط على الكمبو راح تشوف عدد كبير من الفواصل أنا أختار حالها حسب ما أشوف كيف بنتقل مع الفواصل الثاني لهذا السبب أنا اخترت اللي تشوفون الخاصية هذه وخليتها بمدة الصورة بتشوفون إذا نقصت راح ياخد زمن بسيط وهذا الشي ما راح يعطي جمالي للصورة في التنقل لهذا السبب اخترت الثلاث ثواني حجم الصورة كامل عشان انتقل بشكل سلس ما بين صورة وصورة بعد ما اخترت طبعا لكل صورة خدت لها أنيميشن مختلف وهذا بعد أرد وأقول أن التذوق يعتبد عليك أنت كشخص تعمل المونتاج مما الفواصل فأنا لما تضغط على الفواصل راح تشوف من كل الفواصل هذه أنا اخترت الكاميرا يعني لما تشوف العلام المربع اللون الأبيض وعليه خط يعني أنت ما عملت أي فاصل فلما أنت تحط هذا الفواصل راح يطلع بهاي الجمالي خلونا الحين لو قلنا بدون هذا الانتقال كيف راح تكون الصورة شفتوا اللون الأسود اللي يطلع لي أنا شوفوا هذا أنا ما أفضل يكون موجود لهذا السبب اخترت اللي هو الكاميرا وبعدين اخترت أساس ينتقل بدون ما يكون فيه أي شيء يبين لي اللون الأسود اللي شفناه في الإطار لهذا السبب أنا أقول لكم دائما حاول تدمج بعض الأشياء ما بين انتقال وانيميشن يجب نتعلم هاي الأمور ونمارسها حتى يكون عندي تذوق في الفيديو القادم إن شاء الله راح نأخذ فكرة أخرى هو كيف أني أنا أضبط الصور والانتقالات على موسيقى يعني راح نختار موسيقى معينة وبعدها كيف راح نختار المفاتيح الانتقالية ما بين صورة وصورة وليش هاي الصورة ثانتين أو غيرها فإذا انتوا حابين تستمرون معي تابعوني على الحساب عشان نشوفون مثل هذه الشرحات الخاصة في كيف كات اختام أقول شكرا لكل المتابعين وشكرا للرقم اللي نحن من نوصله وأتمنى أني أحقق فعلا وصول للعشر تالاف متابع على حسابي وهذا بيدعم منكم إن شاء الله